اهلاً بحضراتكم مرة تانية اهه يعني خلينا نرحب بديوفنا نهاردة معانا نجمين كبار من نجم الكابتن الكبير محمد حشيش كابتن محمد وسائل فل عليك وسائل فل ل pudam ازاك ومعانا الكابتن الكبير الكابتن عمر الحديدي مسائل فل عليك مسائل فل يا كابتن يعني بناخلكم الكويتث عاملين ايه؟ مبسوطين؟ مش قوي نجم كورة كبيرة. عايز تنقل إحساس الجماهير العادية اللي بتتفرج على الأهاوي اللي ملهاش. يعني ملهاش غير إنها عايزة تشوف بلدها في أحسن حاجة. وانت بتتفرج كده على الماتشين الفات. إيه الشور اللي عندك دلوقتي. ببساطة يعني الناس كلها كانت بعيدة عن منتخب مصر خلال فترة اللي فاتت. المقرب كأس الأمم ابتدت الدنيا. طبعا. غصبا عننا لازم لأن دي مصر. طبعا. وده فريق منتخب مصر. فكل ناس ابتدت تدعم وتبقى ايه مساندة يعني. وراحين على الأساس إن منتخب مصر مخدش البطولة بقاله 14 سنة. فعايزين ده ناخد البطولة دي. مش عايزين احنا ندخل دور المجموعات إن احنا نفكر في التأهل. ونبتدي يعني احنا وصلنا لمرحلة. يا هاني إن احنا نفكر في الله ده احنا ممكن نخش أحسن توالد وأحسن معرفش يعني بسير المبارات كده اللي جاية. انت لسه مش ضامن الدنيا تمشي ازاي. بعد مكسب النهاردة بتاع الراسل أخضر ثلاثة. طب باللغة باللغة العمية كده. إيه اللي بزعلك من المنتخب كده. أول حاجة مفيش شكل لمنتخب مصر. تاني حاجة مفيش الحمية والحماس. اللي هي بتاعت آخر ربع ساعة في المطش بتاع البارح ده. يعني ليه ما كانش الكلام ده من المطش الأولاني. ليه ما كانش مبدأت مطش بتاع البارح. الحمية والحماس وكلام ده. اللعبة بتتحرر خفيفة. بتروح. بتضغط. ما فيش كلام ده. ما فيش. ما فيش. يعني فيش شكل المتخب مصر. فيش نص ملعب. ما فيش صناعة. صناعة للهجمات. يعني ما فيش ترابط. ما فيش حاجة. في بطء غير عادي. ده باختصار يعني الكلام. ايو أنا زي ما بقول لك. هنتكلم في الفنيات. هنتكلم في التشكيل واللعب. لكن. حابب أسمع نبدوكه. يعني واحد بتفرج على كورة بعيد. إن هو نجم كبير. نجم كورة كبيرة. عنده طبعا. عنده خبرات كبيرة. لكن عايزة نقل إحساس. إحساس الشارع. حتى للناس اللي بتتفرج علينا. الناس. الناس علانة من إيه عمر. بص يا كابتن من الأول خالص. ما كابتن محمد قال دلوقتي. الهمهمات اللي مشت في الشارع المصري من بداية الاختيار الخمسة وخمسين لعب. وبعد انت. بس متعودين على ده. اتعودنا على الكلام ده. مش هنطفق. ولا نختلف على اللي نقول نسبة تسعين في المية. أطلقنا عليك إنك جريء يا روي فيتوريا. واخترت باختياراتك. واخترت انت. اللي انت محتاجه. السبعة عشر اللاعب اللي يسافروا معك. أولا ما بدأت. اللي انت نهيت منه. في مباراة تنزانيا. اللي احنا ما حسناش. ان اللعيبة. انت دلوقتي بتفكر في العيبة بالأسماء اللي موجودة فيها. ما احترامنا الشديد ليهم كلهم. على المستوى الشخصي. أنا مثلا زي النني بحبه. ولا حجازي. ولا. انت مصمم انك تحط شكل. ما يلقش على المباراة. ما يلقش على الشكل اللي احنا مختلفين عليه ده. انا عن زعف عند داية كمان. لما حد بينتقد النجوم الكبار ما بين كوسين كده. النجوم الكبار. عندنا نجوم كلنا بنفتخر بهم الحقيقة. عندنا نجوم زي النني. عندنا عمر ماروش. دلوقتي مصطفى محمد. محمد صلاح. لكن ما بين كوسين كده. خلينا نفرق ما بين ان احنا بنقيم اللعيب كلعيب. ما حد شقدر يقيم انني اللعيب في الارس. ما بقى له ثمان تسعة سنين. التقييم العام. اه لعيبة ممتازة. ولعيبة جودة عالية جدا. وفخر لنا كلنا. لكن ممكن الانتقادات على الاداء. على المستوى اللي بيقدم دلوقتي مع منتخب مصر. هي دي بس نقطة اللي كان السوشيال ميدا مختلفين عليه. انت ازاي تتكلم على ده كده. اه ده لازم. كل الجدل ده احنا الناس كلها بتحب مصر. وعايزة مصر تبقى في اعلى مستوى واعلى درجات. وناخده البطولة. ويبقى كلنا فرحانين. ما حدش ما اعتقدش حد في مصر عايز منتخب مصر يخسر. كلنا عايزين منتخب مصر. لكن لما تيجي تتكلم على نجم او حد ينتقد نجم شوية. هو ما بينتقدش ان هو هو انت هتقيم محمد صلاح. وانت هتقيم ان احنا او الناس او اللي بيتكتب ان هو ما بيقيمش كلعيب ده لعيب كويس ولا لعيب وحش. لكن بنقيم اداء في وقت معين في فترة معينة. وده ده مش عيب يا جماعة. ده مش عيب. نقولها بالبلد يا هاني. نقولها بالكلام اللي انت قلته مزبوط مية في المية. احنا بنتكلم على ان طول عمرنا بنتمنى. احنا كنا فقط من الاوقات. اما خدنا بطولات قبل كده كاس امم. كانش عندنا ولا محترف. فكنا بنطالب خلال الفترة الفاتح. افتحوا الاحتراف. وعايزين لعيبة محترفة على مستوى عالي. بقى عندنا على الاقل ستة سبعة. ومحترفين كمان. فانديها كبيرة جدا برا. طبعا. ده بيحط مسؤولية كبيرة. الفكرة اللي احنا زعلين منه ان هو ازاي اللعيبة التقيلة دي كلها. يعني. ما تعليش كافة منتخب مصر. ما يبقاش الشكل غير كده. حكاية بص برضه عامر مع معلش. ما تعليش كافة منتخب مصر انت بتلعب كورة قدم. طبعا. يعني مش هعمل انا. انا مش هلعب لو انا مش وسط منظومة سعداني. انا مش هقدر اقدي. لكن الجزء اللي ممكن جدا. الجرينتا الروح الاسرار العزيمة بالنسبة للفريق كله. وان احنا كمان سقف طموحنا عالي جدا لأداء اللعبين. لما انا كنا عندي مثلا مع ثرامل الجميع. لعيب بيلعب في الدور المصري. ولعيب بيلعب في الدور الانجليزي. انا سقف طموحاتي فين؟ للعيب اللي بيلعب بره. فسقف طموحاتنا عالي. ولكن هنرجع جنبها. ان احنا متوقعين اداء عالي جدا جدا اللي بنشوفه مثلا من صلاح في ليبر بول. لكن مش عايز اربطه او بالمنتخب لان عوامل تانية بتقصر عليه. طبعا. 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 مناخ تاني وخصة تانية. مناخ تاني. واللعيبة. صح. لكن لكن ده لا يمنع ان احنا ممكن نقول والله. لأ النهاردة صلاح ما كانش كويس. على سبيل المثال. والله انني لأ دلوقتي مروان عطي أفضل منه في ده. فده لا يقلل من قيمة محمد. انني. ولا يقلل من قيمة وحبنا لمحمد صلاح. ولكن كل دوت تحت اطار. ان احنا عايزين بلدنا افضل. انا عايز اول حاجة. وهو ده الاهم. احنا بنتكلم على مصر. يعني مع احترام كل الناس الموجودة دي. النجومية والعالمية. انت كل دوت. محمد صلاح جاي. علشان يكون اداة وسط مكنة كبيرة. توصل منتخب مصر للبطولة. ولكن محمد صلاح مش جاي عشان هو اللي يشيل منتخب مصر. ده نحطه على جنب. نحطه على جنب. الجزء الثاني. هل محمد صلاح ادى المباراتين اللي فاتوا. ما هو متوقع منه. انا عارف دلوقتي ان محمد صلاح هو نفسه يقول لي لا. انا ما كنتش كويس. طبعا. فالليه لما الناس تقول اه محمد صلاح في المطشين لا. ما كانش كويس. دي بتا وتقول لك وانت انت هتقايم محمد صلاح. لا لا. انا بدي بس مسلم محمد صلاح لان السوشيال ميديا للفترة الفاتت. الحقيقة فيه مبلغة شوية. في عملية التقييم. وفيه مبلغة شوية تانية في عملية الرد. ان احنا لا. محمد صلاح طالما موجود جوه منتخب مصر. هو لاعب لاعب منتخب مصر. واحنا نقيمه على اداءه في منتخب مصر. مش على اداءه في ليفر بول. فيه عوامل معينة. ما بتساعدش. اه. لكن احنا كمان مش عيب جدا انك تنتقد ايجابي. لأي حد بلعب في منتخب مصر. وفيه نقطة مهمة جدا برضو. كيمكن نتكلمتها قبل كده عمر. مش عيب ان انا محمد صلاح اصدقاء محترف. وفي احسن حتة في العالم. واعلى دوري في العالم. زيه زي اللعيب المحلي بيجي له وقت. ان هو يبقى وحش في مطش. ان هو ما يبقاش مرفق. ان هو يبقى تعبان. يعني مجهد تعبان. مش في يومه. مش لازم يكتب. التعب اللي عنده. يعني النفسية اللي بتدورها. حاولين السوشال ميديا والضغط الكام عليه. ده هو وانني. ده تخلي اللي ما يقدرش يقدي. ده اللي بتكلمي عليه عمر. انك ممكن باسلوب معين. توصل للرسالة. بالزبط كده. للعيبة ديت. ان احنا انتم اعظم لعيبة. محمد صلاح افضل من انجباته الكرة مصرية في التاريخ. صحيح. ده لا جدال عليه. في حتة تانية اه مختلفين. وانك توصله. ان احنا بنشوك بنشوك في قدراتك او اللغة نفسها بتاعت السوشال ميديا. ممكن تكون مش الصح اللي يوصل للعيب. ممكن نوصلها بشكل افضل يعني. يعني كابتن هو لازم يبقى يعني حتى في الرد. حتى في النقض يبقى فيها احترافية. طبعا. ما تجيش تحمل عليه وتقوله ان انت خرجت مبارح عشان حسيت انك انت بعيد عن المباراة. فخرجته هربت. انت بتفكه في مين. يعني بهربت اي ده راجل عايزي حقها بطولة امم. يبقى حط نفسه. فاحسن لعيب العالم اللي هو بيعرب منها. انت ما تفكرش في كده. طبعا. المشكلة احنا احنا لنا طبعا مش كويس. احنا عندنا دائم من الاكستريم. يعني يا ما تدائم من حد تروح تحمل كده. مع دي ربع ساعة ما سادينا تروح عامل كده. في كل حاجة. في تقييم. في حب. في زعل. في كلام من ده. ده ما ينفعش. الناس برا ما بتعملش. احسن الناس تحمل واحسن الناس تنسى.